الرحمن الرحيم ان شاء الله هذا اخر فيديو في هذه التجميعات طبعا عندكم من السؤال 11 سؤال 11 نقرأ السؤال في هذه الورقة يقول لي قلنا على السؤال العشرة ما هو معاكم انه ما اخدت الباور قل لي way is described by the harmonic function y equal yx of t 0.02 يعني باختصار اعطاك معادلة الموجة تمثيل رياضي الموجة هذا الغذق جدا مهم لازم تحفظه وشكله تمام تم تحفظه وشكله زي ما قلنا بعدا قل لي the period of this wave is ابغى اول شيء بغتي في السؤال رقم 11 طيب تعال نشوف كيف حلينا هذا الشاب تعتمد كثيرا على حفظك المعادلات وتعويضها طيب اعطاك هذه معادلة معادلات الحركة الموجية طيب لازم تعرف بعض الاشياء في المعادلة مثلا انه هذا اللي هنا في البداية هذا الامبلتود رمزه ايه لازم تعرف انه هذا اللي هنا مع ال x هو يسمى الك وهذا اللي مع التى اللي هنا هذا يسمى او ميجا او ميجا تمام وهذا شكل معادلة ترى ها وهو ما هو الا مقلوبش ال period F هو العبارة عن واحد على T فيمديك ركز معا يمديك شيء F هذه تضروف تشيل تكتب مكانه واحد على T لانه F يمويله واحد على T فانا اقدر كتب المعادلة هذه معلوميات واحد معلوميات مقلوبة التردد له واحد على T شوفوا اثنين باي شلت الف هادي حطت مكانه واحد على T اثنين باي في واحد على T صح عندك اثنين باي على T هذا من هذا القانون انا اقدر اجيب T طرفين فوسطين صح هنا واحد يصير الاميجا في T تساوي اثنين باي وال T تساوي ايش اثنين باي على اميجا في الاميجا الاميجا عندك مذكورة في 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 المعادلة الا ما عايش الا ما عدتي هذه كاملة الاميجا ها باي على زيرو بوين زيرو واحد تحط بالآلة كده انتبه هذا كله في المقام اوكي حطلع جواب زيرو بوين زيرو اثنين تمام اوكي وهذا الجواب السؤال احد عشر الجواب دي طيب اه السؤال اللي بعده قال يبغى الويف لينك يبغى اللمدة يبغى طول موجي السؤال رقم اثناش يبغى ايش يبغى الويف لينك هذا السؤال فطول موجي قانونه برضو لازم تكون حافظ قوانين في هذا الشابتر الا هو كالتالي عندك قانون في قانونين يلا حقا اللي هو حاصل ضربة سرعة في ترجل او من قانون الكي اثنين باية على لمدة طيب انت عندك الكي معطا في السؤال ما هو الكي اللي مضروف في ايش في ال اكس الكي هذا خلاص ترجي تعوض الكي يسبب اثنين باية اللمدة سيبغى عندك مجهول واحد هو اللمدة والكي موجودة والاثنين معروف والباية 3.14 طرفين فوسطين بعدين تعوض بالكي ها كامل في المقام هنا سيطلع جواب خمسين متر تمام السؤال رقم اثناش سيكون خمسين متر الجواب سي السؤال رقم بساطة تعال تمام السؤال اثناش هي نشوف اه في سؤال ما حلينا سرعة الموجة بكل بساطة سرعة ايش الموجة عندك قانون اللي هو سرعة الموجة عبارة عن ايش اذكركم بي اللي هو اربط لي بين ايش وايش هذا السؤال جدا بسيط اللي هو اللمدة تساوي في على اف انا ما كربت هذا اللمدة تساوي في على اف اوكي طيب انت عندك الطوال الموجة طلعته تمام السرعة هذه المجهولة طيب اتردد اتردد من فين تجيبه ما احنا قلنا الان التردد ما هو الا عبارة عن واحد على تي صح صح ولا مو صح وان طلعت التي في الفقرة لقم 11 فيالله قول الاف تساوي واحد على تي يساوي واحد على زيرو بوينت زيرو اثنين يلا تعال بالالة هنا حلها اه شوف واحد على التايم زيرو بوينت زيرو اثنين حيطلعت تردد خمسين هرتز طلي عندي تردد الان خمسين هرتز جبت تردد خلاص الاف يساوي خمسين هرتز خلاص الان بجيب ايش سرعة الموجه سرعة الموجه عبارة عن ايش الفي تساوي لمدة في التردد اللي انت طلعتها في الفقرة اللي قبلها كم كم طلعناها خمسين فسرعة الموجه ستكون ايش خمسين ضرب خمسين اهو خمسين ضرب خمسين تطلع ايش سرعة الموجه الفين خمسمية متر بير سكند ايش الجواب سي واضح واضح هذه قوانين جدا مباشرة في ايش في الشابتر هذا لازم تكون عارف ايش كل حاجة في ايش في هذه المساعد او في عندك طريقة ثانية الفي امديك تجيبها في الطريقة الثانية اللي هي اوميغا على كي صح انت عندك الاميغا مذكورة هنا في السؤال اهو الاميغا قولنا الاميغا اللي مع تي يعني تكسيم هذا الاميغا وهذا الكي حتقول باي على زيرو بوينت زيرو واحد على باي على زيرو على كم خمسة وعشرين هادي اوميغا وهادي كي صح يلا تعال نكسيم ونشوف يطلع الجواب نفسه ايلا هذا بص مقام حط في له بص مقام كمان فوق بص مقام برضو دقيقة انه هيكون بص مقام كم قولنا الاميغا باي على زيرو بوينت زيرو واحد تقول اه شيفت باي على سيرو بوينت زيرو واحد هذا الاميغا طيب الكي كم قلنا الكي باي على خمسة وعشرين هتقول شيفت باي نحط كسر شيفت باي على خمسة وعشرين لاحظة طالس الجواب الفان وخمسمية اهو الفان وخمسمية متى برسكة اوكي طيب السؤال اللي باعدو هنا اقال لك راينك تشولد اميتس ارساوند وذ انتنسيتي اعطاك طفل تمام يبكي بشدة صوتية مقدارها هذا المقدار اوكي واضمة تربيع وعطاك اي نوت اقل شدة مسموعة اللي هي عشر او السالب ايش اتناعش حلو ايش المطلوب من الفقرة هذه ايبغى ايش ايبغى ايش الساوند ابقى البي ابقى ايش ايبغى البيied�� النبو تمام هذا يعمل مباشر جدا يبغى يبغى مستوى الصوت اللي هو عشرة لوق اي على اي نوت عنده كل شيء معطى نرجع لحلن السؤال طيب. هنا هو هذا الصوت. هو يبغى الساوند ليفل. البي هو عشرة لوق اي على اي نوت. اي نوت معطيك اياه. واعطاك شدة الصوت. تمام? طبع الطفل. بالآلة عشرة لوق. هذا المقدار ستطلعها اربعة عشر بوينت سبعة واربعين ديسبل. اوكي? اربعة عشر بوينت سبعة واربعين ديسبل. حتى لو كانت القيم مختلفة عشان حليتها على مدى السابق. تعاليني نحلها عادي. عشرة لوق هذا المقدار. ستقول عشرة لوق اي على اي نوتها. يلا تعاليني نشوف. عشرة لوق. كما الاي اللي معطيني اياها. اثنين بوينت ثمانية في عشرة والسالب خمسة صح? اثنين بوينت ثمانية في عشرة والسالب خمسة. اثنين بوينت ثمانية في عشرة والسالب خمسة على عشرة والسالب اتناعش. حط لعبع وسبعين بوينت سبعة يعني هذا الجواب هنا سي. طيب سواء اللي بعده قال لي امان ريلاكسي قونا ديك. لسين تو سونك بيرد سينك. ات فور بوينت وينتي فايف متفروم ذا بيرد. the intensity of the sound is. اعطاك شدة الصوت. هذه مقدارها. وايبغى الباور. ابغى ايش? الباور. في قانون. في قانون بطلق بين الانتي ايش? الشدة الصوت اللي هي الاي. تساوي بي على الاريا. اوكي. ومعطيك ايش? معطيك الاي. وابغى الباور ركز معي. ابغى الباور. لكن ما يعطاك ايش? لاحظوا في حاجة ما يعطاك اياها. ما يعطاك الاريا. الموضوع جدا بسيط. طيب. شوف. اعطاك ايش? مسافة. مسافة ايش? لاحظوا. ارجع معاها. قل لي الشخص هذا جالس ايش? على 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 طاولة. واسمع لي ايش? صوت ايش عصفور. على بعد اربعة او خمسة وعشرين متر من العصفور كانت شدة الصوت كذا. يعني الان. يعني كان مثلا لو انا عندي مثلا هنا الشخص واقف النقطة هذه. تمام? نفرض على على بعد باللون الثاني على بعد مثلا كذا نقول اربعة او خمسة وعشرين. تمام? هذا هنا ايش? كان شدة الصوت عند النقطة هذه المقدارة المعضنية. عند النقطة الخضرية هذه. طيب الان ابغى اجيب الباور لك. انا ما عندي الاريا. كيف اجيب الاريا? الصوت الصوت ما بينتقل على شكل ايش? دوائر متحرة المركز. يعني فلو كان بعد جدة الصوت على على مقدار محدد من من الشخص هذا. لاحظة انه هذه دوائر. فالموجات الصوتية تتحرك وتنتقل او تنشع او او يتم منشاها عن طريق ايش? دوائر متحرة المركز. فهذا مهينة كان دوائر متحرة المركز نعيد. معناتها مساحة ايش? شكل كروي. مساحة الشكل الكروي يسفر عبارة عن اربعة في باي. في ار سكوير نصف قطر تربيع. طيب في نصف قطر. ماهينة لو كان هنا لو كان الشخص يقف في هذا النقطة الاحمر في النص. تمام? هنا نصف نصف هنا مثلا. نصف القطر هنا. البعد هنا. اللي بالاخضر. فهذا هذا يعتبر نصف القطر. الشكل الكروي. فالقيمة اللي اعطاك اياها هذه. تقوم بتربعة. فقانون الشكل الكروي المساحة يساوي اربعة. في باي. في ار تربيع. والار هنا هي ديستنس المسافة. تمام? فتجي تعوض هنا. هو يبغى الباور. تضرب طرف اي في اي. عندك الاي. والاي قلنا اربعة في باي. في المسافة هذه تربيع. حيطلع الجواب ثلاثة بوين تربعين في عشر وسائل بربعة واط. اوكي? توقع الامور جدا واضحة. طيب. هنا السؤال محذوفة. هنا سؤال 18 سؤال 19. نقرأ سؤال 18 سؤال 19. سؤال 17. سؤال 18. يقول. واحدة من الهارمونيك. تمام? طولها او حبل او وتر طوله ال كذا. واحد بونت عشرين متر. اند هازا لونج. هازا فريكوينسي. وتردده اف خمس وعشرين بونت ستة. ركز معاقلي ذين. نيكست هاير فريكوينسي. ذين. نيكست هاير هارمونيك. اذا وبعدين قل لك التردد. تردد النغمة الثانية يساوي كذا. المطلوب. يبغى التردد الأساسي يبغى اف وان. طيب. يعني هو كأنه اعطاك ترددين. لا نفرض انه انا عندي مثلا تردد وثاني مثلا اسمه اف تردد الثاني. قل لك نيكست على طولة تردد لبعده اف ثلاثة طبعا بالترتيب. الهارمونيك ما يحاكون اف واحد. بعدين اف اثنين. اف ثلاثة صح. اوضح لك شكل افضل. الهارمونيك ما هو الا اف واحد بعدين اف اثنين هذا تردد الثاني. بعدين هذا تردد الثالث. بعدين هذا تردد الرابع صح? طيب. هو ايش قال لك? قال لك انا عندي ترددين. ما اعرف ايش ايش هم اي تردد. هو فريكس هو ساكن ثيرد. قال لي انا عندي تردد. اعطيتك اياه وتردد بعده. اعطيتك اياه. نيكست على طول. اعطيتك توهرمونيك ما ايش? على طول جايين وربع. بناء على هذه المعلومة باك تجيب لي تردد الاساسي الاول كم? انت تعرف انه الهرمونيك الهرمونيك تمام? الاف وان بعدين الاف تو بعدين الاف ثري وانت طالع القيم المتساوية بينها. يعني يعني الفريكوينسي بين اف واحد في اثنين لو كان مثلا خمسين. انا تكلم على المقدار تردد. برضو هيكون بين اثنين وثلاثة خمسين. وبين ثلاثة واربع خمسين. الضعف يعني ضعفه بالزبط. فمن هذه المعلومة من هذه المعلومة هو اعطاك مثلا ترددين. صح? اعطاك تردد وتردد بعده. اعطاك ستة عشين ونص. واعطاك تردد بعده. فاطرح الترددين من بعض. عشان يمديك تجيب ايش التردد الاساسي. لاحظ تشوف. هو اعطاك ايش تردد وتردد بعده. فكيف تجيب التردد الاول? انت عندك قاون لو تتكره الف ان تساوي ان في اف واحد. بعدين لو كان هذا مثلا اف اثنين. هتحطنا اثنين تتردد الاول. طب اف ثلاثة ثلاثة اف واحد. اذا تلاحظ ان بين كل تردد وبعده هو تردد. الفرق بين الترددين هذول تطرحهم يعطيك تردد الاول اساسي. اوكي? فبكل مصارات تطرح الترددين اللي معطيك اياه اللي هو اثنين وثلاثين بوينت اربعة ناقص خمش عشرين من ستة. سيجيك تردد الاساسي اللي هو ستة بوينت ثمانين هرتز. جبت الفندمينتل اوكي? هذا السؤال تمنطعش. هذا ايش? سؤال تمنطعش. سؤال تمنطعش انا قلت لدي سبيد في ويف. بكل بساطة يبغى سرعة ايش? ايش? الموجة هذي. عندك انت الفيز سوي لمدة واحد في ايف. تمام? انت عندك اله. تمام? الطوال الموجة كيف تجيبه? تمام? له اثنين في ال. تمام? مشرحت كيف جاءه حتى في الواجب. عندك الليل اضره في اثنين. جبت التردد الموجة يرجع عوض في هذا القانون. تجيب ايش? 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 سرعة ايش? هذي الموجة. حط لها ستة عبوين ثلاثة متى برسكن. اوكي? طيب. حط لها الجواب سي. سؤال اه عشرين سؤال واحد وعشرين. توقع جدا مبسيط. حق الكنتاكت فورس. التسارع. سرحت كيف زيه? اه الكنتاكت فورس. تشوف القوة البعيدة وتاخدها مكرر. هذا ما هو معاكم. تمام? اه هذا برضو مكرر. يبغى مغنيتشوت. شوف اذا حلتها او لا. اه لهو فاكرين السؤال. اذكركم بي. دقيقة بس. تمام? اعطاك. قال لك مغنيتشوت. يعني اعطاك ال ا هذا مغنيتشوت. اعطاك ال ب هذا مغنيتشوت. اوكي? هذا السؤال ثلاثة عشرين. وعطاك الضرب اللي هو ايه? دوت بي السكيلر. اعطاك اياه. يبغى الزاوية بين التو فيكتور. انت عند قاون حق الضرب القياسي اللي هو ايه? دوت بي يساوي ايه كمغنيتشوت. كما يكفي اكتب تحت في بي كمغنيتشوت. في كوساين الزاوية بينه. والفاي هذه هنا هي الفرق او الزاوية بين التو فيكتور. في يبغى الزاوية بكل بساطة ستقول تضغط اها تقول شيفت كوساين انفرس. اوكي? هفتح لك كوسين في الاعلى. حط بس مقام. هنا في البص هيكون مغنيتشوت البي. اه سوري اه 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 ادوت بي. هيكون ايه? ادوت بي هنا. الضرب القياسي. تمام على ايش? على مغنيتشوت ال اي. ضرب مغنيتشوت البي. اوكي? هذا شابتر اربع الضرب القياسي. فتعال نعوض بي فيها الالو نشوف يلا. تضغط شيفت كوزاين. بس مقام. هيكون ايش هنا? ادوت بي. ضرب السكير 5.13. اعطاك ايه جاهز. 5.13. 5.13 على. اضرب هنا. ضرب عادي. اضرب مغنيتشوت ال ايه مغنيتشوت البي. خمسة و 3. اعطاك خمسة و 3. خمسة و 3. فتجي هنا تقول خمسة ضرب 3. اوكي? طيب الزاوية سبعين. اه سبعين ديقري. هذه الزاوية. اوكي? ارجع لقانون الضرب القياسي اللي هو اي دوت بي يساوي اي كمغنيتشوت. اي كمغنيتشوت في بي كمغنيتشوت في كوساين. اوكي? في ايش? في كوساين. واضح? واضح? فهذا هو القانون وهذا هو الحال سبعين الزاوية. حسنا سؤال اه اربع وعشرين. اعطاك اه. انا بساول بسيطة اعطاك فيكتور. ابغيش الانجل. فالتاني ينفرس. وتشوف انا لاحظ ان الزاوية الاس هنا. الاس في الربعة. الوك سالب والواي موجب. يعني هنا. نرسم متحور. مثل اكس سالب والواي موجب في الربعة الثانية. يعني معنى تزوج على الزاوية مية وثمانين. تمام? فحيطلع خليل نجرب. كم قيمة Y ثلاثة على سالب اثنين ثلاثة على سالب اثنين حتزود 180 في الربع الثاني زايدا 180 بعد زايد 123 وليس 33.7 ليش ليش لأن X negative والY positive هنا في الربع الثاني تزود على الزايدا 180 طبيعي أصلا هو هو شوف الرسم هنا إذا كان X negative والY هنا هنا الزاوية فكيف تكون 33 خطأ فالزاوية هنا الصحيح 123.7 فهنا كان فيه خطأ في اختيار الطالب طيب السؤال خمسة وقت الفكر تحلوة أعطاك force وأعطاك كتلة وأعطاك سرعة بدائية وأعطاك سرعة نهائية ابغى المسافة من قانون الورك عبارة عن F في الدي صح طيب الآن عندك الف معطاك تمام ولكن ما عندك الورك كيف تجيب هو ما عندك سرعتين بدائية ونهائية سؤال حلو هذا أنت عندك قانون الورك عبارة عن K2 ناقص K1 صح الورك الورك هو اللي عبارة عن K2 ناقص K1 صح عندك عندك سرعتين وعندك كتلة لما تستخدم قانون الطاقة الحركية K2 ناقص K1 والK1 السرعة بداية قلق بصفر لاحظ هنا فريحة K1 صار عندك الورك عبارة عن K2 عوض بالنصف المعطال اللي هنا عندك في السؤال تربيع جبت الورك ارجع الآن من هذا القامل الورك يساوي F دي هو دي بغد دي صح معطيك انت الفورس عشر نيوتن اذا جبت الورك اذا نديش تساوي الدي ما هي اللي عبارة عن الورك على الفورس صح عوض حفظة على الجواب ما ما جربت أنا بس خلينا نجربه ومشكلة تسعة نتأكد يلا خلينا نجيب شو الطاقة الحركية نص في الكتلة كم في عشرين في السرعة كم ثلاثة تربيع طلع تسعين طيب نكسيم يلا نكسيم على جو يبغد دي صح يعني يكون الورك تسعين على كم تسعين عليش هو يبغد دي حيكون تسعين على الفورس تسعين على العشرة حيطلع الجواب تسعة بالضبط تسعين على العشرة حيطلع المسافة تسعة متر فالجواب سيكون تسعة سوال جدا جميل تمام كده خلصنا باقي بس نظري شايك على السريع هنا قال ترور فورس قال لفور توقع هذا الجزء ما هو معاكم تمام ما هو معاكم محذوف السوال البعد بي قال لفور ماس فال لفور دا سيم هاي اذا كان عندك جسمين على كتوتين مختلفة يش ويطاحوا من نفس الاتفاع أو سقطوا يصوي الأرض في نفس الوقت إذا كانت مقاومة تمام اذا كانت المقاومة مهملة فالجواب صحيح هذا سقوط الحر طيب هنا قال لي when positive work is done then speed decreases هذا يقول إذا كان الشغل بالموجب السرعة تقيل تعال تمام قال لنقل relation بس لننتكلم معلومة relation between work and speed شوف شوف هو يقول لك هنا هو يقول بس نقرأ أنا عادري نضيف وضح لكم مايش نقل عشان تأكدوا من الجواب طيب هو يقول لك هنا في الفقرة هذه الباور فورس في الفيلو سيتي طيب كلام كلام كثير فس if you have linear motion on the other hand can also work with type same force and in type work is made the force when the I will enough force and object to type صراحة هنا أنا حوقف الفيديو هذا وأرجع أشرح لكم الجزي الأخيرة أنا صراحة ما أني أكد منها طيب هو يقول the warden is changing the velocity against some resistance just then equal طيب خلي الفكرة هذه آخر الشيء بس الآن نكمل عشان لا طويل الفيديو هذا هذا مو معاكم بور transfer wave displacement is individual particle is parallel to the direction of the bar طيب هنا الجواب غلط ليش لأن يقول لك الموجة الموجة transfer تكون موازية تمام الموجة transfer نحن عنده نعلم الموجات صح هنا يقول حركة الموجة العمودية حركة الموجة المستعرض transfer هي موازية لماذا في تجاه الحركة خطأ هي bourbon declar هنا false تمام وهذا true هذا ان شاء الله هذا هو توقع جواب صحيح خطأ false إذا صحيح خطأ يعرفت خلاص ما ليش ليش لأنه انت عندك من القاون الطاقة الحركة الwork هو عبارة طاقة حركية صح الكاينتك عبارة عن نص في ال M في ال V سكوير لاحظوا أنه علاقة طردية هذا في البسط هذا في البسط فإذا الطاقة الحركية زارت بالموجة معناته السرعة بتكون تزيد وليست تنقص فهو قال لك إنها decrease فخطأ الجواب false تمام كذا خلصنا إن شاء الله معيش لا تطغيل في هذا الفيديو